بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أقدم الترحيب بالأخوة المشاهدين العزاء الكرام وأود أن أبتدأ هذا البحث بمقدمات وبفهرست للمواضيع التي سوف تطرح فيه بحثنا وعنوان البحث هو ولاية الفقيه ولاية الفقهاء المجتهدون في زمن الغيبة الكبرى للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هذا البحث من الأبحاث المهمة ومن المواضيع الحساسة ولا سيمة في زماننا منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني هذا البحث أخذ عنوانا آخر شكلا آخر طبيعة أخرى كان هذا البحث في الكتب وفي طيات الكتب وفي المكتبات ولكن بعد أن أقيمت الدولة الإسلامية المبتنية على الفقه أصبح هذا البحث والموضوع موضوعا عمليا وكما يقال ابتلائيا بطبيعة الحال هناك كلام كثير فيما يرتبط ببحث الولاية ولاية الفقهاء في زمن الغيبة من جانب الأعداء جندوا كل قدراتهم وطاقاتهم عبر الفضائيات والتلفزيونات والراديوهات والكتب لتفنيد ولضرب هذا الموضوع موضوع الولاية خصوصا بعد أن طبقه وأصبح موضوع عملي وموجود في الساحة من جانب أيضا الحوزات العلمية العلماء المراجئ وأيضا حتى بعض الباحثين وبعض الكتب الإسلامية أيضا تناولت هذا البحث وأيضا هو موضوع فيه نوع قد من الوجهات النظر المختلفة وهو موضوع مهم جدا كما ذكرت هو موضوع حساس وله ارتباط بواقعنا العملي لا يمكن أن نمر هكذا على هذا البحث من دون أن نقف عنده أولا في هذا الموضوع في حلقات إن شاء الله سنكون مع بحث ولاية الفقه لن يكون البحث بحثا فقهيا لأن بحث الفقه كما يقال هذا ليس بعمل الباحثين وشغل الباحثين هذا بحث يتناوله الفقهاء المجتهدون المراجع العظام وموجود في الكتب ولكن البحث بحث ولاية الفقيه يمكن أن ننظر إليه من زاوية أخرى من بعد آخر هو البعد العقلي العقائدي الفطري الوجداني كما أننا عندما نمر على بحث النبوة ونقرأ موضوع بعثة الأنبياء الدليل على وجود الأنبياء من قال أن الأنبياء هم رسل الله من قال أن موسى وعيسى وإبراهيم ونوح والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء السلام والصلوات من قال أنهم رسل من قبل الله مبعوثين من قبل الله ما هو الدليل ما هي الأدلة الأدلة ليست أدلة نقلية كما يقولون يعني مثلا موسى لم يأتي بآية من قبل الله لأنه في البداية يجب أن يثبت حجيته بعد ذلك يثبت حجية الكتاب المقدس الذي يحمله كذلك بالنسبة إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وجاء بمعجزة عيسى عليه السلام هذا البحث يحتاج إلى عقل إلى فكر إلى تدبر إلى أدلة عقلية وجدانية فطرية لإثبات وجود الأنبياء نحن نستفيد من هذه الأدلة تلك الأمم التي نوح عليه السلام لم يأتي حتى لو جاء بالقرآن أو جاء بكتاب مقدس وصحف معينة وبيقولون له الناس من قال أنه نحن لم نؤمن بك بعد حتى تقول لنا الصحف إذن في البداية لابد من تحكيم العقل بل أكثر من ذلك سؤال من قال أن الله موجود من قال أن الله موجود إذا قلنا آية في القرآن والآية هو كتاب الله يجب أن يثبت وجود الله عز وجل بعد ذلك تثبت حجية الأنبياء وحجية الكتب والشعاء المنزلة والمرسلة من قبل الله عز وجل لذلك بحث العقل والأدلة العقلية بحث جدا مهم نحن مع الأسف في كثير من استدلالاتنا ونتائجنا وأفكارنا فقط تبنى على رواية أو آية نعم الرواية والآية بلا شك هي شيء عظيم وكبير لكن أيضا إغفال العقل هو أمر خاطئ العقل في كثير من الأحيان يوصل إلى النتيجة من دون الغوص والبحث في الرواية سندها ودلالتها وتعارضاتها وأمثال ذلك فضلا أنه كثير من الروايات قد تكون ضاعة هناك تعارضات هناك 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 بحث التقية الرواية في أي زمن في أي ظروف إذا جاء الدليل العقلي وأثبت مسألة معينة وكان دليلا صحيحا وبرهانا تاما كما يقولون هذا حجة الآن لإثبات وجود الله في زمن من الأزمان واجه نبي وقال أن الله موجود طيب يقولون ما هو الدليل يقولهم آية في الكتاب هذا غير كافي هذا غير كافي لا بد من الاستدلال بالعقل لذلك نحن الآن من الأدلة المهمة على إثبات وجود الله هو العقل أو الطرق لإثبات وجود الله هو العقل من قبيل دليل النظم دليل الإمكان دليل 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 في روايات العقل طبعا تبين هذا المطلب يعني على سبيل المثال في الكافي في الجزء الأول في كتاب العقل والجهل قال أبو عبد الله عليه السلام من كان عاقلا كان له دين ومن كان له دين دخل الجنة هذا العقل العقل بمعنى العقل الذي يستفاد منه معاقل بمعنى أنه تصرفاته مثل ما يقولون رزنة وصحيحة ومتزنة لا العقل بمعنى ما يستفيد من الإنسان في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله فإنما يجازى بعقله إذن نحن في بحث العقل بحث مهم جدا الاستفادة من العقل الاستفادة من الأذلة العقلية كثير من مسائلنا العقائدية اليوم اللي هي أساس الدين أول الدين معرفته كما يقول أمير المؤمنين هو الاستفادة من العقل من الأذلة العقلية من الوجدان من الفطرة مسائل مهمة جدا طبعا هناك فرق بين العقل والفطرة ولكن بشكل عام نحن في كثير من الأحيان نقول هاي المسألة هاي غير مقبولة لأن هذه غير وجدانية أو نقول هاي المسألة ما يحتاج لها دليل مسألة وجدانية فطرية واضحة عقلية نحن في كثير من أبحاثنا هكذا كثير من الأبحاث هكذا عن هشام بن الحكم قال قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يا هشام إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب إذن مسألة العقل مسألة مهمة أنا في هذا البحث في مقدمات بحث الولاية أريد أن أثبت لعامة الناس لنا جميعا أهمية أن نستفيد من عقولنا لأن في كثير من النتائج في كثير من الأمور المرتبطة بالولاية بالقيادة حتى في بحث الإمامة والنبوة نقول مثلا هذه المسألة يجي البعض يقول هذه غير ثابتة نقول له طيب إذا لم تكن ثابتة فما هو اللازم النتيجة ماذا تكون النتيجة سوف تكون مثلا نتيجة خطيرة جدا إذا قلنا مثلا أنه القيادة أي قيادة كانت سواء كان فرعون أو موسى لا فرق بينهما نقول طيب إذا كان فرعون هاي مسائل مسائل فطرية مسائل عقلية واضحة بسيطة الكل يفهمها الكل يمكن أن يحتج بها نقول طيب إذا كان فرعون الله يمكن أن يقبل فرعون حاكما وقائدا وخليفة ورئيسا للمجتمع وللأمة نتيجتها الفساد نتيجتها الظلال نتيجتها انتهاك الأعراض الله يقبل بذلك هذا استدلال مبسط ومهم جدا نحن في مسائل العقدية من ضمن المرتكزات المهمة من ضمن القواعد المهمة في العقائد ما يعبر عننا بالحسن والقبح العقليان يعني العقل حتى مع عدم موجود الشريعة مع عدم موجود القرآن والآيات والروايات العقل يمكن أن يصل إلى نتائج أن هذا حسن وهذا قبيح هذا شر وهذا خير وهذا حج علينا هذا حج بتعبير آخر العقل حجة علينا كما أن الشريعة بنقلها وبرواياتها أو آياتها القرآنية كإسلام أن أتكلم هو أيضا حجة لكن العقل أيضا حجة في الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول يا هشام إن لله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأم عليهم السلام هؤلاء حجة ظاهرة واضحة بينة وأما الباطنة حجة الباطنة فالعقول إذن العقل على الإنسان حجة الإنسان عندما يؤمن بشيء يفكر يتدبر أفلا يتدبرون أفلا يعقلون أفلا يتفكرون أفلا أفلا أم على قلوب أقفأ كم من الآيات في هذا الإطاء وللألباب وللأبصال هذه المسائل كلها بمعنى أن الإنسان هو يفكر يصل إلى نتيجة والنتيجة التي يصل إليها تكون حج عليه حتى وإن لم يقرأ آية تثبت هذا المطلب أو لم يسمع برواية تثبت هذا المطلب أو لم يسمع مثلا بفقيه يفتي بهذا المطلب لأنه إحنا في بعض المسائل أحكام وما يعبر عننا اليوم بالرسالة العملية هذه تحتاج إلى متخصص اللي هم الفقهاء والمجتهدين لكن في المسائل الاعتقادية كثير من المسائل الاعتقادية على الإنسان أن يبحث هو أن يفتش هو أن يفكر هو أن يصل إلى النتيجة هو هذا هو الإيمان الإيمان يعني الإنسان يمكن من خلال عقلة وفكرة هاي مو قضية قضية فقهية هاي قضية عقائدية قضية ما يمعبر عنه في الاصطلاح علم الكلام في علم الكلام يعني علم العقاد يمون العقدية يعني ما يعتقد به القلب ما يؤمن به القلب بالضبط مثل أقدة الحبل أقدة الحبل هذه كل ما كانت أقوى كل ما كان صعوبا نفتح وانفل هذه الأقدة هكذا الإنسان الإنسان يحتاج إلى إيمان إلى أقدة قوية إلى أقيدة قوية إلى قناعة قوية جزء من هذا الأمر مرتبط بالتفكير مرتبط بالعقل في الروايات كما عن الإمام الكاظم يقول أيضا في تكملة الحديث يا هشام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما عبد الله بشيء أفضل من العقل أصلا العبادة تقوم على العقل الحقيقة حتى السلوك السلوك مرتبط بالعقائد والعقائد تحتاج إلى العقول إلى الأفكار إلى التمعن إلى التبصر إلى التفكر هذا الذي يحتاجه الإنسان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم الرجل كثير الصلاة كثير الصيام فلا تباهوا به حتى تنظروا كيف عقله إذن مو المهم كثرة صلاة وكثرة صيام وكثرة عباده وإنما المهم هو المهم هو التفكر العقل نعم الإنسان إذا تفكر وتعقل وتدبر وآمن واقتنع وأصبح عند إيمان عند ذلك سوف تكون صلاته صومه حجه أفضل وأحسن أحسنكم عمل إخلاصة يكون أفضل معرفته تكون أكثر في الروايات أن العبادة قائمة على المعرفة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في الروايات إلا ليعرفون إذن العقل مسألة مهمة الإنسان عندما يصل إلى نتيجة مثلا بأن الله سبحانه وتعالى موجود وبعد ذلك من خلال العقل يصل إلى صفات الله وتثبت له صفات الله بعد ذلك يثبت عدل الله عنده ثم ينتقل إلى النبوة هذا كل ما على العقل إحنا ما يقدر يستخدم أي آية ولا رواية ولا قرآن لأن حجيتها لم تثبت بعد أولا يثبت الأصل يثبته يثبت حجية النبي بعد ذلك يثبت الكتاب الذي جاء به النبي إذن مسألة العقل أكرر مسألة التفكر مهمة جدا نحن في واقعنا كثير من المسائل مع الأسف العقائدية أنا كلامي الآن في العقائد لنترك الفقه وفتاوى المراجع هذا في وقت وقته إن شاء الله يأتي نحن عندما ننظر إلى هذه المسائل المهمة التي نعيشها في أوساطنا في واقعنا وما يرتبط بالعقائد وكرر فيما يرتبط بالعقائد كثير من الأمور مع الأسف لا نفكر فيها إما نستمع إلى الإشاعات أو إلى آراء ضعيفة أو في بعض الأحيان ننشغل بصراع أو اختلاف في فكرة معينة فنقول إذا كان مثلا الرجال الدين يختلفون في فكرة فكرة عقائدية وكما نعلم وكما يجب أن نعلم ويجب أن نؤمن ويجب أن نطبق أنه في العقائد لا يجوز التقليد نحن في الفقه نقلد صحيح في الفقه يجب أن نقلد رجوع إلى المتخصص إلى أهل الخبرة اللي هم الفقهاء في مسائل الدين لكن في المسائل في المسائل الاعتقادية لأني أنا يجب أن أؤمن في الاعتقاد هو ليس السلوك حتى أنا أستفت المرجع ويفتيني ويعطي الرأي والفتوى وأنا ألتزم وأطبق لا وإنما في العقائد علي أن أؤمن أن أعتقد أن أقتنع طيب كيف أقتنع هل يمكن الإنسان يقتنع بفتوى في تعبير آخر الآن نحن في الرسالة العملية فيها كل الأحكام والفتاوى الموجودة في الرسالة العملية أنا ليس مطلوب مني أن أؤمن التفتوا جيدا أن أؤمن أن كل فتوى صادرة عن المرجع اللي أقلده هي مطابقة للواقع لا ليس بالضرورة أنا ما مطالب أن أؤمن أنا المطالب من عندي أن أطبق أن ألتزم أن أقلد يعني عندما نيجي مثلا لو نفترض في الحكم بيختلاف بين العلماء في مثلا معينة في الطواف في الحاج في الصلاة في الصوم بين المراجع يختلفون طيب الحكم الواقع ما واحد هو على كل حال طيب المراجع اختلفوا إذن أكيد هناك خطأ تأتي الروايات يأجي العقل يقول صحيح باعتبار أننا لسنا في زمن المعصوم على المقلد المكلف أن يلتزم بالمرجع الذي يقلده ليس بالضرورة لا ينبغي أن أعتقد وأؤمن وأقتنع أن الفتوى الصادرة عن المرجع الذي أقلده هي المطابقة للواقع هذا غير مطلوب من عندي أما إنما المطلوب مني هو الالتزام بالفتوى الصادرة عن المرجع الذي أقلده هذا هو المطالب هذا هو المطلوب مني ولكن عندما نأتي إلى العقائد العقائد تختلف العقائد المطلوب هو الإيمان هو الاعتقاد وليس التقليد لذلك لا ينبغي التقليد في العقائد نعم البعض يقول أنه في بعض المسائل الجزئية الفرعية الخاصة الإنسان يعود لأهل الخبرة صحيح لكن مع ذلك عندما أعود لأهل الخبرة يجب أن أفكر وأصل إلى نتيجة لكي أعتقد هذا هو المهم هي مو قضية فتاوى عقائدية ليست هناك فتاوى عقائدية إنما هناك تفكر تمعن تعقل ثم إيمان وقناعة وعتقاد لتصبح عقيدة ليصبح إيمان هذا مو عمل الصالحات الذين آمنوا غير مسألة مباني العمل الصالح غير مباني الاعتقادات إذن العقل هنا يأتي التفكر يأتي أن لا نستمع إلى من قال هذا وقال ذاك أن نحن نفكر في المسائل العقائدية نحن يجب أن نفكر هذا أولا وثانيا أن مشكلتنا أن كثير من عقائدنا هي موروثات وليس قناعات هكذا وجدنا آبائنا على أمة على آبائنا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في أمة من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون طيب إذا كان الآباء على خطأ في العقائد أنا على أي أساس أتبعهم أنا أيضا سوف أنحرف وأهلك لذلك وهذه مسألة أساسية ومفتاح عندما يأتي أمير المؤمنين ويقول سلام الله عليه أول الدين معرفته يعني أول الدين هو بناء البنية التحتية العقائدية أو لنعبر نقول البنية التحتية الدينية في الواقع هي العقائد كما أنه البناء أي بيت عندما يبنى أولا نحفر الأساس أول شيء نحفر الأساس من نحفر الأساس ثم نصعد بالجدران يعني نحفر الأساس ونضع المواد الإنشائية في تحت الأرض عبرنا أنه أساس البيت الجدران ليس أساس البيت الجدران هي يعني خلينا نسميها بالتالي هو محيط ودائرة البيت وهناك أيضا الصبغ والشبابيك والأبواب ونستعمل الخشب أم نستعمل الألمنيوم أم لون الصبغ مثلا الزينة شوفوا البيت إذن أصبح فيه ثلاث أمور ثلاث مكونات المكون الأول العمود الأول الأساس الأول هو تحت الأرض لا يرى هو الأساس وهذا هو الأساس البيت إذا كان قويا كان البيت قويا إذا كان مستقيما كان البيت صامدا أمام الريح أمام كذلك الدين الدين أساسه أوله المعرفة العقيدة الأفكار القناعات الذين آمنوا بعد ذلك يأتي الجدار الجدران اللي هي عمل الصالحات الفقه الأحكام السلوك الفقه هذا أيضا مهم ومهم جدا لكن يبتني على ماذا يبتني على العقيدة لذلك الإنسان عندما يؤمن على سبيل المثال أن هذا الدين أي دين إن كان هو الدين الخاتم هو الدين الحق عبادة شو صير صير على وفق هذا الاعتقاد يذهب إلى فقه ذلك الدين إلى أحكام ذلك الدين فيعبد الله على وفق ذلك الاعتقاد وأخلاقيته أيضا تترتب على ذلك اللي هي الأخلاق ما يعبر عنه بالزينة بزينة البيت الصبغ والشبابيك وأمثال ذلك إذن في العقائد على الإنسان أي إنسان وأنا هنا أؤكد ليس بالضرورة أن يكون طالب حوز علمية أو أن يكون رجل دين أو أن يكون أميا أو يكون متعلم الكل كل مؤمن يعني الإنسان إذا لم يكن قادر على القراءة والمطالعة إذن هو يفقد الدين لا يملك العقيدة هذا أمر خاطئ لا بالعكس الأمر على حد سواء نعم الإنسان إذا تعلم وكان عنده علم ويطلع أكثر يفكر أكثر هذا سبل الوصول أيضا إليه ربما تكون أكثر ميسرة أكثر ولكن في كل الأحوال في كل الأحوال الإنسان ينبغي أن يفكر هو لأن الله أعطاك عقلا وأعطاني عقلا وأعطى المرجع عقلا وأعطى التاجر عقلا والرجل عقلا والكبير والصغير والمتعلم والأمي والجاهل الكل يمتلك العقول فضلا عن الفطرة السليمة لذلك الاستفادة من العقل في المسائل العقائدية أمر ضروري ولازم وحتمي لكي يصيب الإنسان دينه ويصل إلى إيمان حقيقي إلى عقيدة حقيقية وبعد ذلك يترتب عليها مسائل العبادة والأحكام وما شاكل ذلك إذن إلى هنا نحن في القسم الأول وصلنا إلى نتيجة أنه لا بد من تحكيم العقل من التفكر من التدبر في المسائل الاعتقادية لا يجلس التقليد في العقاعد طبعا مسألة آثار التقليد في العقاعد آثار سلبية جدا منها أن الإنسان يضيع العقيدة منها أن الإنسان إذا انحرف أولئك الذين اتبعهم وقلدهم في العقاعد أيضا هو سوف ينحرف يعني الإنسان عندما يأتي في العقاعد ويقول آبائي وأجدادي وأبناء وطني وأبناء قوميتي وأبناء عشيرتي وحزبي وواواوا ومنطقتي ومدينتي طيب أنا جئت أربطت عقلي اللي هو الله أعطاني عقل اللي هو حج علي اللي هو نعمة كبيرة جدا 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 أربطت هذا العقل مع عقول الناس أربطت كما أنه الإنسان يجي يربط بالكهرباء شون يربط بالكهرباء طيب هذا الإنسان يجي ربط هذه العقل ربطة بعقول الناس بأفكار الناس طيب اليوم الناس كانت صحيحة عشيرتي كانت على الحق لكن غدا إذا انحرفت وأنا مبنايا كان تقليدهم واتباعهم والربط معهم في العقل والتفكر ماذا سوف يجري سوف يحدث أنني أنا أيضا سوف أنحرف لذلك في العقائد ينبغي في تشخيص الحق في طلب الحق الإنسان هو يبحث هو يفتش لا نقول الناس أكثر الناس مشكلتنا هذه في أحدى المعارك جاء شخص إلى أمير المؤمنين قبل المعركة جاء شخص إلى مارد أحدد المعركة وكذا وكذا قال له يا علي من قال أنك على الحق أنا أريد أن أسمع منك وجهة نظرك في قضية خصومتك وخلافك مع الطرف المقابل اللي أنت الآن مقبل على حربهم أنا مبعوث من قبل مجموعة من العشائر من قبل مجموعة من القبائل وأرسلوني لكي أسمع منك وأنقل لهم ما تقول حتى أريد أن نرى ونسمع ونصل إلى نتيجة أين الحق وأين الباطل طيب هنا هذا الشخص سمع من أمير المؤمنين تكلم معه أمير المؤمنين وكما يقولون أمير المؤمنين بعد هو أمير البيان سيد الكلام اقتنع هذا الشخص أن الحق مع أمير المؤمنين الحق مع أمير المؤمنين طيب ماذا يفعل هذا الشخص أمير المؤمنين قال له قال له بايئني أنت الآن آمنت وصدقت أنه أنا الحق هذه حجتي وهذا دليلي وأنا خليفة رسول الله وكذا 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 هذا الشخص قال لأمير المؤمنين أنه أنا لا أستطيع أن أبايا يجب أن أعود إلى قومي الذين أرسلوني ومن قبيل أخذ إجازة من عدهم وقل لهم وإذا هم قرروا إحنا وياك نجي هنا أمير المؤمنين تكلم معه بكلام هذا موجود في نهج البلاغ قال له أمير المؤمنين مضمون الكلام يعني باعتبار ليس الآن مقروع يعني لا أقراهه بالنص ولكن تقريبا أكثره هو هكذا قال له أرأيت لو أن الذين ورائك بعثوك تبتغي لهم مساقط الغيث فرجعت إليهم وأخبرتهم عن الكلأ والماء فخالفوك إلى المعاطش والمجادب ما كنت صانعا إذا أردنا أن نوضح قول أمير المؤمنين قد يصعب على البعض فهمه بشكل دقيق أمير المؤمنين يقول له أرأيت لو أن الذين ورائك يعني ماذا ترى لو أن الذين بعثوك أرسلوك رائدا رائدا يعني رسول مبعوث شوان الآن يقول فلان يذهب رسول مبعوث عن رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية أرسل فلان وزير رسول من قبله مبعوث من قبله هذا إجه مبعوث من قبل عشائر إلى أمير المؤمنين طيب أمير المؤمنين جاء له بمثل ضرب له مثلا سابقا كانت بعض القبائل والآن أيضا ربما هكذا يتنقلون في الصحراء ويلاحقون الماء والكلة الماء والأعشاب والنخل وأمثال ذلك فعندما ينزلون في مكان قبل أن ينتهي الماء يسموها الواحة أو المكان الذي فيه العشاب والماء هذا كان حياتهم ترحال يرسلون رائد رسول مبعوث يفتش عن مساقة الغيث أماكن نزول المطر لعله يجدون واحة أخرى حتى عندما تنتهي هذه الواحة يذهبون إلى الواحة الثانية ويعيشون عليها فأمير المؤمنين يقول له إذا ذهبت ووجدت ماء ثم أرجعت لهم وأخبرتهم أنا لقيت أنا ماء شاهدت ماء وواحة في مكان كذا لكن هم خالفوك ذهبوا إلى مكان آخر أنت ماذا تفعل؟ هل تتبعهم وتعلم أنهم يذهبون إلى مكان فيه عطش وجوع وموت؟ قال لا أنا لا أذهب هكذا أكرر الرواية وأختم باعتبار انتهى الوقت أرأيت لو أن الذين ورائك بعثوك رائدا تبتغي لهم مساقط الغيث فرجعت إليهم وأخبرتهم عن الكلأ والماء قلت لهم وجدت الكلأ والماء فخالفوك إلى المعاطش والمجاد أماكن عطش لا يوجد أكل ما كنت صانعا قال هذا الشخص كنت مخالفهم وتاركهم إلى الكلأ والماء أنا لا أذهب معهم وإن كان عشيرتي أذهب إلى ماذا؟ أذهب إلى الماء إلى النجاة فقال أمير المؤمنين أمدد إذن يدك إذن بايعني لأن أنا الحق أنت وجدت عندي الحق فكيف تريد أن تأخذ رخصة من عشيرتك؟ هكذا نحن نحن يجب أن نفتش عن الحق وإذا وجدناه يجب أن نتبع الحق ولا نقول أكثر الناس ولا نقول الأكثرية أو عشيرتي وأبناء وطني وهذه مسألة أساسية في العقائد إن شاء الله نواصل الحديث في بحث الولاية هذه طبعا مقدمات لكي نعرف أهمية التفكر والتعقل للوصول إلى هذه المباحث الأساسية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة